أحبتكم مرة تانية يعني أكيد خلينا نبتدي كلامنا عن مبارات مبارح الأهلي وطلع الجيش ومبارات من ضمن المبارات الأخيرة في بطولة الدوري اللي إن شاء الله تخلص البطولة دي يوم التاليات اللي جاي من خلال مواجهة الأهلي لفريق سيراميكا كليو باتر لكن بصراحة الواحد مش عارف ما يزعلش يعني عارفين المرحلة صعبة عارفين الحاجات كتير جدا اللي أثرت على الفريق والعام اللي أثرت على الفرق الموسم ده وعارفين فيه سلبية أكيد وفيه أخطاء وكل الكلام ده معروف لكن رغم كده أنت بتحاول تهيأ نفسك لأي نتيجة سلبية بس برضو الواحد بيزعل غصبا عنه مش متعودين غصبا عننا لكن في كل الأحوال يا جماعة لأن في ناس كتير تطلع تقولك لا ده موسم للنسيان للنادي الأهلي الموسم ده خلاص للنسيان وكلام من ده أنا بشوف الموسم ده ما ينفعش كل النسيان ما ينفعش كل النسيان خالص الموسم ده لازم يفضل كده في الزاكرة بالنسبة لنا كلنا كأهلوية لازم ناخد منه درس كبير قوي 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 المنظومة كلها إدارة النادي الجماهير أي حد بينتمل منظومة النادي الأهلي أي حد بيحب الكلان ده ما ينفعش ينسى الموسم ده ده موسم مش للنسيان ده موسم من خلاله بتاخد درس وبتتعلم منه حاجات كتير قوي قوي عشان بعد كده تتفادها بأي شكل من الأشكال بأي شكل من الأشكال سواء على صعيد الأجهزة الفنية على صعيد اللاعبين على صعيد أخطاء قد تكون موجودة في الجانب الإداري وده طبيعي وما فيش حد فوق الغلط يا جماعة فيش حد ما بيغلطش كل الناس بتغلط وممكن الناس تبقى فيه بعض السلبيات كلام من ده عادي بتحصل يعني أي حد في أي نادي ده طبيعي المهم من أن أنت إزاي تصلح ومهم أن أنت إزاي تعد المصار بتاع الفريق الأول ومهم أن أنت تشوف مستقبل فرق أو خطتك هتبقى ماشي يزاي وكلام من ده ده اللي الناس شغال عليه دلوقتي نتمنى له مراب بكل التوفيق لكن لازم الموسم ده ما يتنسيش الموسم ده اللي احنا تعلمنا منه حاجات كتير جدا الموسم ده فيه أمور أثرت على الفرق بشكل أو بآخر فأنت لازم تتفادها فعشان تتفادها تاخد خطوات مهمة قوي قوي في إطار أن أنت تبقى عامل حسابك لأي ظروف قد تتعرض لها تكون مشابهة لما حدث هذا الموسم فده موسم مهم آه ممكن على صعيد الألقاب والبطولات ما كناش موفقين خالص سواء النهاية أفريقيا أو القصة اللي احنا عارفينها سواء الدوري والكاس السنة دي سواء أي حاجة فلازم ناخد بالنا ونتعلم الدروس نتعلم الدروس اللي مرت علينا في الموسم ده فدي